اشتركوا في القناة في اهدت فتح مساجد اخرى في المملكة وذلك في اطار مخطط الشطر الثاني من المساجد التي سيطالها قرار الفتح وفي هذا الاطار كلفت الوزارة مرشدها الديني للقيام بالزيارة ميدانية للمساجد التي سيشملها القرار والتستجيب للمعايير المطلوبة وتجدر الاشارة الا ان عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين طالبوا وزارة الاوقاف بمراجعة قرار الاغلاق الشامل لجل المساجد وتعطيل صلاة الجمعة وقال عادل شيكيتو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق انسان لم يعد هناك اي مبرر منطقي لاغلاق المساجد واضاف الناشط الحقوقية اظن ان المغاربة عقل طرق الوقاية من الجائحة وان المصلين اكثر الناس حرصا والتزاما فلا بأس من فتح المساجد وتنظيم اداء الصلاوات الخمس بها بتدرج شكرا على حسن تتبعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته